موسيقى خلال مؤتمر صحفي مشترك الرئيس الفلسطيني يؤكد أن السلام يبدأ من فلسطين والقدس وبايدن يشدد على التزام بلاده بمبدأ حل الدولتين وزراء مالية مجموعة العشرين يبحثون في بالي سبل كبح التضخم العالمي في ظل الأزمة الأوكرانية رئيس البرلمان السللانكي يعلن قبول خطاب استقالة جراجا باكسا ورئيس الوزراء يؤدي اليمين دستورية رئيسا مؤقتا للبلاد الثالث عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جراجا نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي هذا وتمكنت من ضبط 429 قضية مونية بمضبوطات بلغت قرابة 49 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 19.5 طن كما تم ضبط أكثر من 28 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وجرى ضبط 607 قضايا في مجال قضايا المخابز من بينهما 103 قضية خبز ناقص الوزن و84 قضية خبز غير مطابق للمعصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظمة توريد وتدول القمح المحلي تم ضبط قضية واحدة بمضبوطات بلغت قرابة 7 أطنان أقماح محلية أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الرسمية إلى بيت لحم تعبر عن اهتمام الرئيس الأمريكي بتحقيق السلام في أرض السلام وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي شدد عباس على أن لقاءه ببايدن يمثل فرصة سانحة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومراجعة ما يمكن للولايات المتحدة أن تسهم به من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم التأكيد على أهمية إعادة تثبيت الأسس التي قامت عليها عملية السلام المستندة لقرارات شرعية دولية وعلى أساس حل الدولتين وخلال لقائنا اليوم كانت فرصة سالحة أبحث لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين ومراجعة ما يمكن للولايات المتحدة أن تسهم به من أجل تهيئة الأجواء لخلق أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة وقد أكدنا لفخامة الرئيس بايدن على أهمية إعادة تثبيت الأسس التي قامت عليها عملية السلام المستندة لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين على حدود العام 67 من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه الكامل لحل الدولتين مشددا على عدم تخلي بلاده عن مسعيها لتحقيق السلام كما أشعر بايدن إلى أن الأوضاع غير مهيئة لحل الدولتين بسبب القيود الحالية على الفلسطينيين مؤكدا أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحسين ظروف الحياة للشعب الفلسطيني الذي يستحق دولة مستقلة ذات سيادة أعتبر نفسي من الداعمين الأوائل لحل الدولتين فيما أقف أجل جانبكم اليوم كرئيس للولايات المتحدة فالتزام بهذا الهدف لم يتغير دولتان على حدود 1967 عن طريق تبادل للأراضي متفق عليه بصورة متبادلة هذا هو أفضل طريق لتحقيق الأمن والازدهار والحرية والديمقراطية المتكافئة للشعب الفلسطيني والإسرائيلين على حد سواء يستحق الشعب الفلسطيني أن تكون له دولة خاصة به مستقلة ذات سياسة قابلة للحياة ومستمرة من الأراضي دولتان لشعبين كلهما له جذور عميقة وقديمة في هذه الأرض عيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن دولتان تتمتعان بصورة كاملة بالحقوق المتساوية للمواطنين شعبين يتمتعان بقصة متساوية من الحرية والكرامة كانت قد عقدت جلسة مباحثات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الأمريكي جو بايدن في مقر الرئاسة الفلسطينية بابايت لحم يأتي ذلك عقب مراسم استقبال رسمية أجراها الرئيس الفلسطيني لنظيره الأمريكي أمام مقر الرئاسة الفلسطينية وذلك في إطار جولته للشرق الأوسط أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرتين أوكرانيتين من تراز ميج 29 كما أوضحت أن سواريخ بحرية عالية الدقة من تراز كاليبر أصابت ثقنة عسكرية للضباط في مدينة فينيتسيا الأوكرانية وفي بيان لها أوضحت الوزارة أن الهجوم الروسي أدى إلى مقتل مورد أسلحة أجانب وأفراد من القوات الأوكرانية نافية أن تكون المنشأ المستهدف في المدينة وأضافت أن المبنى المستهدف كان يشهد اجتماعا لقيادة القوات الجوية الأوكرانية مع ممثل مورد الأسلحة الأجانب لبحث نقل الدفعة التالية من الطائرات والأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية وتنظم إصلاح إصطول الطيران الأوكراني أبرزت وزارة الدفاع الروسية نجاحات منظومة الصواريخ الروسية S-400 تريونف في قدرتها على تنفيذ كافة المهام بدقة عالية مشيرة إلى أن التقارير العسكرية تصفها كواحدة من أفضل المنظومات في تاريخ صناعة الصواريخ وتعد منظومة الصواريخ الروسية S-400 تريونف فهي منظومة متنقلة للدفاع الجوي وهي قادرة على كشف الأهداف الجوية على بعد 600 كيلومتر والتصدي لثمانين هدفا في وقت واحد وذلك عن طريق توجيه صاروخين أرض جو لكل هدف وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في فبراير الماضي نشر المنظومة في بيلاروسيا قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أعلن حكم مقاطعة بريانيسك الروسية أليكساندر بوغوماز أعلن أن إحدى القرى الحدودية تعرضت لقصف المدفعي من الجانب الأوكراني يأتي ذلك فيما قصفت أيضا مدن وبلدات ودومباس بالمدفعية والصواريخ وذكر بوغوماز أن القوات الأوكرانية أطلقت فجر اليوم مدفعية من أراضي أوكرانية على قرية حدودية مضيفا أن القصف أدى إلى تضرر لأحد خطوط الكهرباء دون أن يصاب أحد بأذى أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا العملية العسكرية الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى أكثر من ألف وتسع أطفال بينهم قتيل ومصاب منذ بدء العملية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وأوضح البيان أن أكثر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونتسك بواقع 352 طفلا مضيفا أنه تم تدمير 2126 مؤسسة تعليمية جراء عمليات القصف من قبل القوات المسلحة الروسية من بينها 216 مؤسسة دمرت بشكل كامل أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية ارتفاع عدد اللاجئين الفرين من أوكرانيا إلى بولندا إلى أربعة ملايين وثمانية وسبعين ألف لاجئ وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وفي هذا الإطار أوضحت السلطات البولندية أنها استقبلت أمس نحو 24 ألفا وثمانمائة لاجئ ووافدين من أوكرانيا وذلك مقابل 22 ألفا وثلاثمائة لاجئ في اليوم السابق عليه فيما غادر نحو ثلاثة ملايين لاجئ للبلاد عائدين إلى أوكرانيا نحو ثلاثة ملايين لاجئين 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 من أوكرانيا دول مجموعة العشرين اجتماعا يستمر لمدة يومين في جزيرة بالي بإندونيسيا لمناقشة سبول كبح التضخم العالمي في ظل عملية العسكرية الروسية على أوكرانيا من جانبها دعت وزيرة المالية الإندونيسية إلى عقد منتدى مشترك يضم وزارتي المالية وزراعة من دول مجموعة العشرين وذلك للتوصل إلى إجراءات ملموسة لمعالجة تزايد عدم الأمن الغذائي وأزمة إمدادات الأسمدة التي تلوح في الأفق بعد أسبوع على اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين يعقد كبار مسؤول قطاع المال في دول المجموعة اجتماعا بجزيرة بالي الإندونيسية في ظل تسارع التضخم العالمي وتراجع آفاق النمو على خلفية تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي يأتي اجتماع وزراء المال وحكام المصارف المركزية بعد اجتماعات وزراء الخارجية التي كان من المقرر أن تتركز حول سور تحفيز النمو بعد أزمة وباء كوفيد-19 غير أن الأزمة الأوكرانية فرضت نفسها على رأس الأولويات في ظل ما تسببت به من أزمات على صعيد الطاقة والمواد الغائية في العالم وعشية الاجتماع اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية أن التحدي الأكبر للاقتصاد العالمي مصدره ما يحدث في أوكرانيا مطالبة بعدم مشاركة موسكو في المنتدى تصريحات حادة تعكس ما يدور تحت قبة مجموعة العشرين من انقسامات بين الغرب ما بين معسكر يصر على عزل موسكو اقتصاديا وآخر معارض للعقوبات المفروضة على روسيا وفي طليعتها الصين وبين هؤلاء وأولئك حرصت اندونيسيا التي تستضيف اجتماعات مجموعة العشرين هذا العام على الحفاظ على موقع محايد دون اتخاذ أي موقف مؤيد أو معارض تجاه أي من المشاركين هذا وتتضمن أجندة الاجتماعات إلى جانب البند الأوكراني استعراض منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تقريرا مرحليا حول إصلاح نظام الضريبي العالمي مع فرض حد أدنى من الضرائب لا يقل عن 15% على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات وهي ضريبة عالمية كان قد أرجع تطبيقها إلى عام 2024 بعدما كان من المقرر بالأساس أشرع في فرضها في منتصف عام 2023 نظرا لما يشهده العالم من تحديات من جانبه يعتزم الاتحاد الأوروبي استهداف صادرات الذهب الروسي في الحزمة المقبلة من العقوبات التي سيفرضها على موسكو وعلى خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا وذلك طبقا لما قررته دول مجموعة السبع في نهاية يونيو الماضي وقال المفاوض الأوروبي ماروس سيفكو فيتش خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في براغ قال إن التكتل الأوروبي سيسعى كذلك لإغلاق سبول الإفلات من العقوبات السابقة على روسيا كما نصت الحزمة السادسة على حظر معظم واردات النفط الروسي بحلول نهاية السنة وافقت المفاوضية الأوروبية على خطة ألمانيا بقيمة خمسة مليارات يورو لدعم شركات الطاقة والتجارة التي تستهلك الطاقة بكثافة عبر القطاعات الصناعية المختلفة يأتي ذلك بسبب تضرر تلك الشركات من الأزمة الرهنة في أوكرانيا وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة وبموجب هذا الإجراء ستتخذ أو ستتخذ المساعدة شكل منح مباشر للتكاليف الإضافية بسبب الزيادات الحادة في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في الوقت نفسه وافقت المفاوضية الأوروبية على خطة تشيكية بقيمة تصل إلى 20.2 مليون يورو لدعم المنتجين الزراعيين الذين تضرروا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية الرهنة أعلن رئيس وزراء المجر فيكتر أربان أعلن أن سياسة العقوبات الغربية ضد روسيا لم تحقق التوقعات المرجوة منها وأضف أربان أن سياسة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ضد روسيا كان لها تأثير معاكس لما كان مخطط كان أيضا مستشار رئيس الوزراء المجاري قد أكد في وقت سابق أنه كلما زادت العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا زادت إلحاق الضرر بالكتلة بأكملها وستكون أوروبا في النهاية الطرف الخاسر بسبب المشاكل الاقتصادية مضيفا أن بلاده تدعو الاتحاد إلى وقف هذا المسار والتركيز على وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات بين موسكو وكيف رفضت محكمة التحكيم الرياضي الطعون التي تقدم بها الاتحاد الروسي لكرة القدم وأربعة أندية روسية ضد قرار الاتحادين الدوليين الفيفا والأوروبي اليوفا لاستبعادهما من كافة البطولات حتى إشعار آخر بسبب الأزمة الأوكرانية وقالت المحكمة أن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم لم يتجاوز صلاحياتهما فيما يتصل بقرار منع الفرق الروسية في ظل تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وهو ما تسبب في ظهور ظروف غير مسبوقة وغير معروفة من قبل كان لابد للفيفا واليوفا من التجاوب معهما كان الاتحادان الدولي والأوروبي قد قرر في فبراير الماضي حرمان كافة الفرق الروسية من مستوى الأندية والمنتخبات من المشاركة في كافة بطولات الاتحادين على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قالت الولايات المتحدة أنها لن تحضر بيع معدات زراعية لروسيا ونفت واشنطن مجددا تأكيدات موسكو أن العقوبات الغربية وليست عملياتها العسكرية في أوكرانيا هي سبب الأزمة الغزائية العالمية ما بين الغاز والحبوب وتداعيات كورونا تترنح أوروبا بين أزمات قد تعيد تشكيل خريطة التكتل وتعصف بموازين القوى دون أدنى توقعات لنتائج قد لا يحمد عقباها مثلث رعب عنوانه سلاسل الإمدادات فمع قرب انتهاء فترة صيانة خط أنابيب نوردستريم ون الذي أغلق منذ يوم الاثنين الماضي لأعمال الصيانة دورية تخشى دول الاتحاد الأوروبي من خطوة قد تقدم عليها موسكو بتعليق الإمدادات عبر الخط وهي الخطوة التي ستقود إلى إحدى أكبر أزمات الطاقة في تاريخ التكتل المخاوف الأوروبية تجلت في تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من طول أمد النزاع الدائر في أوكرانيا ومطالبته الفرنسيين بالاستعداد للإستغناء عن الغاز الروسي الذي تستخدمه موسكو كسلاح حرب وبعيدا عن الحرب تبقى مخاوف الشتاء تطق أجراس إنذار مدوية مع تعطل سلاسل الإمدادات الروسية للغاز الطبيعي لأوروبا وترقب لزيادة كبيرة في أسعار الطاقة كما حذر صندوق النقد الدولي من أن الاضطرابات بإمدادات الغاز الطبيعي قد تدفع اقتصاد أوروبا إلى الركود وبالانتقال إلى الضلع الثاني في مثالة التحديات نجد قطاع الحبوب فرام الإعلان عن اتفاق يستهدف استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود إلا أن هناك مسألة مهمة لا تزال تنتظر الحل وهي الألغام البحرية وبينما تلعب سلاسل الإمداد الروسية دور البطولة في تلك الأزمة يتجلى أيضا دور سلاسل الإمدادات القادمة من الصين التي قد تواجه تذبذوبا خلال فترة القريبة المقبلة في حال استمرار الزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا مما يزيد المشهد العالمي ضبابية ومخاوفة من مستقبل غير معلوم الملامح أظهرت بيانات رسمية انكماشة لاقتصاد الصيني على نحو حاد في الربع الثاني من العام مما يصلط الضوء على الخسائر الهائلة للنشاط بسبب عمليات الإغلاق الكلات كانت واسعة النطاق لمكافحة كورونا واستمرت الضغوط في الشهور المقبلة أو استمرار الضغوط أيضا في الشهور المقبلة في ظل توقعات قائمة للنمو العالمي وأظهرت بيانات رسمية أن إجمالية ناتج المحلي انخفض بنسبة 2.6% في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق في مقابل توقعات من خفاض يصل إلى 1.5% وارتفاع يصل إلى 1.4% في الربع السابق أما على أساس سنوي فقد نمى إجمالي الناتج المحلي في الفترة ما بين أبريل ويونيو بنسبة تصل إلى 0.4% توقع القائم بالأعمال الروسية في الصين بأن يبلغ حجم التجارة بين روسيا والصين في نهاية العام الجاري إلى 200 مليار دولار مع اتجاه موسكو نحو الشرق بسبب العقوبات الغربية وأضاف أن بلوغ هذا الهدف أمر واقعي تماما وخاصة مع زيادة أسعار سلع مجموعة المعادن وأضاف أن هناك تفاوتا متزايد في الواردات والصادرات بين روسيا والصين مشيرا إلى أن حصة كبيرة من التجارة الثنائية بين البلدين تتكون من سلع لمجموعة الطاقة والمعادن وقد اختلفت أسعارها في الأشهر الخليف الأخيرة اختلافا كبيرا استقر الدولار الأمريكي عند أعلى مستوياته خلال عقدين بعد أن اكتاحت الأسواق العالمية موجة من الابتعاد عن المخاطرة مع توقع متعاملين أن يرتفع مجلس الاحتياطي للتحدي بسعر الفائدة من مقدار 100 نقطة للأساس في وقت لاحق من الشهر الحالي كانت العملات التي ينظر إليها على أنها أكثر عرضة للمخاطر بما في ذلك الدولار الاسترالي والجنيه الاستراليني تتعرض لضغوط بسبب وابل من الأخبار السلبية في آخر 24 ساعة مما أثر على المعنويات وفي هذا الإطار ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات المنافسة إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2002 متجاوزا 109 في ظل بدء موسم أرباح البنوج الأمريكية بصورة بطيئة وتراجع النمو في الصين في الربع الثاني بأكثر من المتوقع ومواجهة إيطاليا لأزمة سياسية جديدة لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا أستاذ القانون الدولي بفرنسا دكتور ماجيد بعد التحية ما بين الغاز والحبوب وتداعيات أزمة كورونا المستمرة تترنح أوروبا ما بين أزمات اقتصادية متتالية وتعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية لها كيف تقرأ هذا المثلث الخطر وتأثيره بشكل كبير دكتور ماجيد يجب أن نعرف أن جائحة كورونا أثرت في اقتصاد الأوروبي لأنه نزلت معدل النمو بـ 6% وما هو معدل النمو هو الانتاجية والانتاج الذي يمكن من السلعة ومن الخدمات التي تقدمها التي يمكن أن تتحصل عليها البلد أي بلد كان بين سنة وأخرى يعني هذه هي القيمة الإضافية ما هو الشيء الذي أضافته تلك البلد في انتاجها وأوروبا لما خسرت 6% تمكنت في سنة واحدة أن تكسب ذلك بسرعة أي في سنة واحدة لذا أن مسألة الحرب الروسية على أوكرانيا ومسألة ارتفاع المحروقات النفط والغاز وكذلك المواد الغذائية أكيد ستؤثر عن الاقتصادات الأوروبية وتؤثر الآن عن الاقتصاد الأوروبية لأنها هناك ارتفاع في الأسعار والانتفاع في الأسعار يعني هبوط في قيمة العملة وفي الحدرة الشرائية للعملة ولكن هذه المثلة إذا استمرت سنة أو سنتين سوف لن تؤثر يعني أساسا في الاقتصادات الأوروبية لأنها لها الإمكانيات الداخلية والإمكانيات الاستراتيجية لكي تعيد استرجاع تلك الخسائر طيب دكتور مجيد يعني كيف تقيم أداء الاقتصادات العالمية لاحتواء تدعيات هذه الأزمة يعني ما تم اتخاذه من تدابير حتى هذه اللحظة كيف تقيمها من منظور اقتصاد أولا هناك مرحلة لانتصاص الصدمة وانتصاص الصدمة الآن تقوم أوروبا بتخزين المواد الغاز والنفط الآن وصلت إلى حدود مهمة جدا لتؤمن خاصة مثلة يعني النفط في الشتاء وهي أعسر فترة والآن أوروبا تنجح في ذلك إلى حد كبير الآن وصلت إلى حوالي 95% من تأمين احتياجاتها وكذلك الآن تفطنت أوروبا أنها لا يمكن أن تتعامل مع هذه المسألة بوحدها والتجاد إلى بلدان أخرى مثل النرويج وقطر والإمارات ومصر والسعودية وبلدان أخرى ويعني هناك سهمت أن هناك حاجة للتعاون الدولي مع هذه البلدان المسألة الثانية هي كيف تمتصف هذه المسألة وبعد الانتصاص ماذا سيحدث يحدث أنها تريد الآن أن تكون لها اكتفاء ذاتي في مثالة المواد المحروقات ولكن كذلك يجب على الدول الأخرى أن تكون لها اكتفاء ذاتي في المواد الغذائية وبالتالي فإن العالم بعد سنة سيتمكن من تجاوز هذه يعني هي أسمى لها أبعاد عديدة ومتشابكة ما بين الغذاء وأزمات الغاز وارتفاع أسعار الوقود يعني أخيرا أود السؤال حول البيانات التي تم نشرها حول انكماش الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني كيف تقرأ هذه البيانات ونحن نتحدث عن عملاق اقتصادي كبير دولة بحجم الصين يعني هذا الانكماش هو مختلف تماما عن مثلة الحرب الروسية على أكرانيا هي مثلة جائحة الكوفيد ولأن الصين أخذت سياسة مختلفة تماما أرادت أن يكون هناك سفر كوفيد وهي عملت في هذا الاتجاه وهي الآن تتحمل نتائج هذه السياسة وتقلص الانتاج العالمي وهذا الانتاج العالمي لما تقلص صارت هناك زيادة في الأسعار وتسببت زيادة في الأسعار ولكن هذا شأن مضرب للإقتصاد العالمي والعالم الآن يعني يفتح عينه لكي ينظر إلى إعادة تركيب الاقتصاد العالمي حتى لا يكون محتاج لمصدر واحد وهي أن الصين تحولت إلى المصنع الوحيي للعالم هذا سيغير الاستراتيجية الاقتصادية في العالم ونعرف من ناحية الأخرى أن الحرب الآن تدور على الميدان بالأسلحة ولكن تدور بالاقتصاد لأن روسيا أرادة تستعمل الغاز والمواد الغذائية كوسائل وكسف أسلحة حربية وهذا سيغير والعالم الآن ينظر إلى تغيير هذه العلاقة الاختصادية في العالم لكي يتمكن كل طرف من أن يحافظ على حد أدنى من استقرارها دكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولية بفرنسا شكرا جزيلا على هذه المداخلة أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها تخصيص 23 مليار يورو لدعم التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي في البرتغال يأتي ذلك بموجب اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجانبين الفترة ما بين 2021-2027 وذكرت المفوضية أن الاتفاقية مع البرتغال جاءت في إطار سياسات التماسك الأوروبي ودعم أولويات الاتحاد الأوروبي الرئيسية مثل التحول الأخضر والرقمي فضلا عن أن هذه الأموال ستساهم في النمو التنافسي المبتكر والمستدام للبلاد أعلن رئيس البرلمان السيرلانكي أن مشرع البرلمان سيجتمعون غدا لاختيار رئيس جديد يتولى الرئاسة طوال الفترة المتبقية من ولاية رجاباكسا التي تنتهي عام 2024 متوقعا أن يتم إجراء انتخابات رئاسية في العشرين من يوليو الجاري من جانبه أدى رئيس الوزراء السيرلانكي رانيل ويكر ماسينجا اليمينة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد وذلك حتى قيام البرلمان بانتخاب خليفة لراجاباكسا أزمة سياسية وقتصادية طاحنة عصفت بما تبقى من استقرار في الدولة الآسيوية الغنية التي لم تشفع لها ثرواتها الزراعية والطبيعية وأطلق عليها بسبب تميز موقعها دمعة الهند إنها سيرلانكا ففي تطور أخير أعلن رئيس البرلمان قبول استقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا الذي أرسله عبر البريد الإلكتروني من سنغافورة بعد مغادرته إثر اقتحام محتجين لمقر إقامته بالعاصمة كولومبو وبحسب الدستور في سيرلانكا فإنه من المقرر أن يصبح رئيس الوزراء رئيسا بالوكالة لحين إجراء انتخابات رئاسية سريعة لتعيين رئيس جديد للبلاد إلا أن محتجين طالبوا برحيله هو الآخر البرلمان السيرلانكي سيقوم بمهمته بالاجتماع بعد أن أعرب رئيسه عن أمله في اختيار رئيس جديد في غضون أسبوع ومن المتوقع أن تقدم الترشيحات الخاصة للبرلمان يوم التاسع عشر من يوليو الجاري على أن يتم التصويت عليها في العشرين من الشهر ذاته إلى ذلك يمضي المشهد السياسي في سيرلانكا ما بين احتجاجات واقتحامات لتطيح الاضطرابات بمقدرات أرض الشعب المبتسم واستضعوات أممية بتبني روح التوافق من أجل انتقال سلمي وديمقراطي سلس وهادئ أعلنت منظمة غير حكومية في هيتي أن المواجهات المسلحة الدائرة منذ أسبوع بين عصابات متناحرة في بورت أو برانس أصفرت عن سقوط تسعة وثمانين قتيلا على الأقل وستة عشر شخصا آخرين في عداد المفقودين يأتي ذلك في وقت طلبت فيه الصين من مجلس الأمن فرض حظر على الأسلحة الخفيفة والذخيرة لهايتي إلا أن الولايات المتحدة رفضت إدراج هذا الطلاب في مشروع قرار سيطرح للتصويت ساحة أخرى للنزاع الضمني صامت فتحت في هايتي الدولة الكاربية الواقعة في أمريكا الشمالية وتزيد فيها نسبة القتل بسبب العصابات المسلحة بشكل مفزع ولا سيما في العاصمة بورت أو برينس التي اعترفت بتيوان مما أوغر صدر الصين عليها موقف دعا بكين لمطالبة مجلس الأمن بفرض حظر على الأسلحة الخفيفة والذخيرة لهايتي إلا أن غريمتها المعهودة الولايات المتحدة وحليفتها المكسيك رفضت إدراج الطلب في مشروع قرار تم طرحه بهذا الشأن وتدعو صيغة نهائية لمشروع القرار الدول الأعضاء إلى حظر نقل الأسلحة الخفيفة والذخيرة إلى جهات فاعلة غير حكومية تشارك أو تدعم عنف العصابات أو الجرائم أو انتهاكات حقوق الإنسان في هايتي واقترح مشروع صيني مضاد أن تطبق الدول الأعضاء حظرا على الأسلحة الخفيفة والذخيرة ضد الذين يدعمون العصابات في هايتي كما طالبت الصين في مقترحاتها بأن يكون مجلس الأمن الدولي قادرا على فرض عقوبات فردية ضد قادة العصابات في غضون ثلاثين يوما من اعتماد القرار بينما يكتفي النص الأمريكي المكسيكي بطلب النظر في هذا الاحتمال خلال تسعين يوما كما أن النص الذي ترعاه واشنطن ومكسيكو لا يتضمن إشارة تريدها بكين وهي أن تطلب من الأمين العام للأم المتحدة أن يدرس مع دول أمريكا اللاتينية إرسال قوة شرطة من المنطقة لدعم قوات الأمن الهايتية تفصيلة أخرى تعرضت للخلاف في مشروع النص الأمريكي المكسيكي الذي يطالب بتجديد مهمة البعثة السياسية للأم المتحدة حتى الخامس عشر من يوليو من عام 2023 فقط بينما كانت الصياع السابقة تنص على تمديد حتى الخامس عشر من أكتوبر من عام 2023 لتبقى الأزمة حاضرة تنتظر حلا جذريا قد لا يكفله مجلس الأمن المكبل بالفيتو أطلقت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونساف تحذيرا أحمر لصحة الأطفال وذلك بعد رصد أكبر تراجع مستمر في معدلات التطعيمات للمرة الأولى منذ ثلاث عقود بسبب وباء كورونا وأظهرت بيانات جديدة استمرارا خفاض تغطية التطعيم العالمية في 2021 مع فقدان 25 مليون طفل للقاحات المنقذة للحياة المزيد في هذا التقرير ما زالت جائحة كورونا تطل علينا بوجهها القبيح الذي لا يلبث أن يفاجئنا بالأسوأ بينما نتعايش بالكاد مع السيء فبينما نواجه تأثيراتها السلبية على جميع مناحي الحياة في كل دول العالم أو نحارب متحوراتها وموجاتها التي تتواصل حتى في أكثر الأوقات توقعا بانحسارها خرجت منظمة اليونسيف بتطور مقلق مفاده أن نحو 25 مليون طفل حول العالم لم يحصلوا على اللقاحات الدورية التي تحميهم من الأمراض التي تهدد الحياة في العام الماضي إثر استمرار تذاعيات الجائحة في تعطيل الرعاية الصحية في أنحاء العالم المنظمة الأممية وصفت لانخفاض في تغطية التطعيمات بأنه أكبر تراجع مستدام في تطعيم الأطفال في جيل واحد مع عودة معدلات التغطية إلى مستويات لم نشهدها منذ أوائل العقل الأول من القرن الحادي والعشرين وبالأرقام كشفت البيانات أن عدد الأطفال الذين لم يتلقوا أي تطعيمات ارتفع بنسبة 37% بين عامي 2019 و2021 من 13 إلى 18 مليون طفل معظمهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وهو ما أكبر منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف لإطلاق تحذير أحمر لصحة الأطفال وذلك بعد رصد أكبر تراوع مستمر في معدلات التطعيمات منذ ثلاثة عقود بسبب الجائحة كما يرجع الانخفاض إلى العديد من العوامل بما في ذلك زيادة عدد الأطفال الذين يعيشون في ظروف النزاع والأوضاع الهشة إضافة إلى زيادة المعلومات الخاطئة والقضايا ذات الصلة بكورونا مثل اضطرابات سلاسل الخدمات والإمداد وتحويل الموارد لجهود الاستجابة للوباء ومع تقارب أزمة الجوع مع فجوة التحصين المتزايدة تزيد أمكانية تهيئة الظروف لأزمة بقاء الطفل نفسه ولا سيما مع فقدان 25 مليون طفل منهم للقاحات المنقذة للحياة حذر علماء في الولايات المتحدة الأمريكية من متحول جديد لفيروس كورونا يشبه متحور أوميكرون وتم رصد هذا المتحور في الثلاث ولايات على الأقل من بينهما كاليفورنيا ولم تصنف المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها حتى الآن هذا المتحور وذلك ضمن ما تم رصده من متحورات ونوهت صحيفة ذاهل الأمريكية إلى أن غالبية حالة الإصابة بهذا المتحور وقعت بالفعل في الهند أعلنت شركة سنوفاك بيوتاك الصينية أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كورونا فاك حصل على تصريحات من الوكالة أو تصريح من الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية في البرازيل لاستخدامها الطارئ للأطفال وسيتلقى الأطفال ما بين ثلاث إلى خمس سنوات نفس الجرعة المطبقة التي يتلقاها القصر الذين تتراوح أعمارهم ما بين ستة إلى سبعة عشر عاما والبالغون ولا توجد قيود على منحها للأطفال الذين يعانون من كبت المناعة ومنحت الوكالة هذا التصريح بعد تقييمات شاملة لجميع البيانات المتاحة عن اللقاح واستخدامه لدى الأطفال أهلا بحضراتكم من جديد أعلنت السلطات بمدينة وهان الصينية اكتشاف بكتيريا مسببة لمرض الكوليرا بسوق للمواد الغذائية وأعلنت السلطات بالمدينة إصابة طالب شاب وأيضا صرحت أنه تم تطهير سوق المواد الغذائية حيث تبين احتواء عينات من السلاح في الرخوة على جلثومة مسببة للكوليرا وهو نفس السبب المرجح لتفاشي كورونا وعلى الرغم من ذلك من عدم رصد إصابات بشرية بالكوليرا بين من خالطوا السلاح في الرخوة فإن السلطات أمرت بإغلاق القسم الذي يبيعها في الأسواق لمدة ثلاثة أيام قررت الحكومة اليابانية توسيع نطاق الأشخاص الذين يمكنهم تلقي الجرعة الرابعة من لقاحات فيروس كورونا ليشمل جميع العاملين في المجال الطبي والعاملين في مرافق ورعاية المسنين وتواجه اليابان حاليا الموجة السابعة من الإصابة بالفيروس ويغطي القرار ثمانية ملايين شخص سيكون مؤهلين لتلقي اللقاح بالإضافة إلى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ستون عاما أو أكثر وكذلك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر وتسعة وخمسين عاما ومن يعانون أيضا من أمراض ويعتبر أكثر عرض للإصابة بأعراض حادة للفيروس ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية بعد التحية دكتور يعني منظمة الصحة العالمية تطلق تحزيرا أحمر لصحة الأطفال وكذلك بعد رصد أكبر تراجع مستمر في معدلات التطعيمات للمرة الأولى منذ ثلاث عقود وذلك بسبب تفشي وباء كورونا ما تعليق حضرتك؟ نعم المساء الخير للجميع بالنسبة للوضع الكورونا فيروس عالميا اليوم نستطيع أن نتكلم عن الانتشار تقريبا من أسابيع بارتفاع خصوصا في كثير من الدول اليوم مضطنة لأمريكيا فرنسا إيطاليا أول ثلاث دول مرتفع فيها الإصابات 50% من المصابين عالميا مصابين في متحور أوميكرون 5 فيه للأسف تراجع فترة المناعة بالنسبة لمكاومة المتحورات الجديدة وخصوصا المتحورة الهندية لأنه التغير اللي بيصير فيه إنه بتتغير وما تعترف في المناعة عشان مقاومة كورونا فيروس عشان هيك فيه كثير من الدول بدت تتكلم عن الجرعة الرابعة مثل إيطاليا خصوصا الجيل أجد من 60 سنة أو العاملين في مجال الصحة أو الأطفال أو المسلمين اللي عندهم أمراض خطيرة عشان هيك حسب رأي لدينا نستمر بالنصاح والإرشادات معينه في نفس الوقت لا تسبب أعراض خطيرة لا تسبب التوفي 98% من اللي بتوفق في إيطاليا يتوفقون وهم مع التطعيم بس لأسباب أمراض مسلمين أخرى هذا يشير أنه الفيروس لا يدخل إلى الرئتين مثل المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لا يسبب أعراض خطيرة بس تقريبا عشر مرات أزيد كوة بالانتشار يعني إذن هو أكثر انتشارة ولكنه أقل في الأعراض ونسبة الوفيات ولكن هناك علماء في الولايات المتحدة حذروا من متحور جديد لفيروس كورونا يشبه متحور أومايكرون وطم رصد حالات من هذا المتحور في ثلاث ولايات أمريكية ومن بينهم كاليفورنيا برأيك هل يمكن أن تضع لقاحات نهاية لهذا المتحور الجديد من فيروس كورونا نحن حسب رأي نداخلين في الموجه الساسي والموجه السابعة ولابد أنه لازم نتوصل إلى لقاح اللي هو يغذى آخر لقاح اللي يقاوم جميع المتحورات زي ما بنعمل سنويا مع مرض الإنفلوينسا لأنه آخر متحور مهم في العالم هو متحور أوميكرون في عنا 61 صفرة داخل المتحور أوميكرون والأغلبية هي المتحور خمسة لأوميكرون عشان هيك في العالم إحنا بحاجة لتطعيم وخصوصاً للمسلمين الذين يعملون في مجال السحة عشان تطعيم أن يقاوم جميع هذه المتحورات أو التفرات داخل هذه المتحورات التي تستطيع الهروب من النقاح لأن اللقاحات اللي شفناها في الأشهر أو السنين الثابقة حسب رأي المناعة خفت كثير وغير قوية لمقاومة العراض الخطيرة حالياً وده في هذه المتحورات عشان هيك بحاجة إحنا لقاحات بالفعل لتحديم أو لحد من الأثر أو الأعراض لهذا الفيروس شكراً جزيلاً لك الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرقى أوسطية كنت معنا عبر الهاتف أكدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو أهمية بناء قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإدماجهم في سوق العمل يأتي ذلك ترسيخاً للقيام بدورهم في تحقيق التنمية المستدامة بمجتمعاتهم وتشجيعهم على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال ودعت الإيسيسكو بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب جميع الدول إلى العمل المشترك لتكثيف الجهود على المستويين الوطني والدولي الاستثمار في مهارات وقدرات الشباب وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني ومؤسسات التعليم والتدريب المهني ومع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالشباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وطاعت جيرون حيث تشتعل نيران قالت أن الوضع ما زال صعبا وذكرت السلطات أن الحرائق أتت حتى الآن على 7300 هكتار بزيادة تصل إلى 2000 هكتار خلال الليل وقال عمال الإطفاء أنه تمت السيطرة على حريق آخر اندلع بالقرب من بلدة ترسكون في جنوب شرق البلاد أمس الخميسة وأحرق ما لا يقل عن 1000 هكتار إلى المغرب حيث حاول رجال الإطفاء والجيش السيطرة على ما لا يقل عن أربعة حرائق امتدت في مناطق حريجة شمال البلاد ولم تصفر حرائق الغابات التي أجاجتها رياح عنيفة عن أي إصابات لكنها تسببت في إجلاء قرابة 500 عائلة في إجراء وقائي في منطقتين العرائش وتازة وأوضح مسؤولون أن حرائق الغابات التي تؤججها رياح عنيفة اندلعت في أقليم أو أقليم شمالية هي العرائش ووزان وتطوان وتازة وقد جرى إخلاء عدد من القرى من سكانها في الوقت الذي تابعت أربع قاذفات مائية تابعة للجيش مهامها للمحاصرة الحرائق قرب منطقة القصر الكبير أعلنت وزارة الحج والعمر السعودية وصول أربعين ألفا وثلاثمائة وسبعة وثمانين حاجا من جنسيات متعددة إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام وذكرت الوزارة أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل ستة وثلاثين ألفا وثمانمائة وسبعة وسبعين حاجا قدموا برا بوسطة الحافلات فيما استقبلت محطة قطار الحرامين السريع بالمدينة المنورة تسعمائة وثمانية عشر حاجا كما استقبل مركز حجاج البر الفين وخمسمائة واثنين وستين حاجا بعد أداء فريضة الحاج وطبقا للإحصائيات فقد غادر الفين وثمانمائة وثلاثة وستين حاجا المدينة المنورة بعد الحاج من بينهم الفين وسبعمائة وثلاثة وثمانون حاجا غادروا جوا عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي أدى مئات الألاف من الحجاج صلاة الجمعة بالحرم المكي الشريف هذا ويواصل مطار القاهرة الدولي استقبال رحلات الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام يأتي ذلك وسط تجهيزات خاصة وتسهيلات من قبل الشركة الوطنية مصر للطيران وسلطات مطار القاهرة الدولي وتحديدا داخل الصالة الموسمية لإنهاء وتيسير إجراءات وصول حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة أعلنت وزارة الصحة إطلاق 42 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية يأتي ذلك خلال الفترة من يوم الخامس عشر إلى الحادي والعشرين من يوليو الجاري ضمن مبادرة الرئاسة حياة كريمة وأشارت الصحة إلى أن القوافلة تضم كافة التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية بالإضافة أيضا إلى صيدلية تتوفر بها كافة الأدوية المجانية كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة اختتمت بقرية القصر القبلي بمدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة واستمرت أعمال القافلة لمدة يومين تم خلالهما توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرية وقال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد أحمد محروس إن أعمال القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة مستمرة طوال العام وأن الشهر الماضي تم توقيع الكشف الطبي على خمسة ألاف حالة في جميع القرى التي استفادت من أعمال القوافل الطبية القوافل حياة كريمة بتنفس الوادي الجديد شهريا بمعدل 16 قافلة أو 16 يوم قوافل في الوادي الجديد شهريا بمعدل 8 قوافل القافلة تستقرق يومين وبتم الفحص على المرضى كلينيكيا وعمل إشاعات والتحرير اللازمة ولو فيها أجل دخولات جراحية بنعملها في أقرب مستشفى بالإضافة لصرف الأدوية مجاني وشهر اللي فات حققنا الكشف على حوالي خمسة ألاف مواطن تحت رعاية السيد انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية تفتتح وزيرة الثقافة إناس عبدالدايم الدورة الثانية من بنال القاهرة الدولي لفنون الطفلة تحت شعار صورة من بلدي ينطلق البنالي يوم الثلاثاء المقبل بمركز محمود مختال الثقافي وقالت وزيرة الثقافة إن البنالي يأتي استمرارا لرعاية كريمة من السيد انتصار السيسي للفعاليات الكبرى المخصصة للطفل دعما وتشجيعا بنال القاهرة الدولي لفنون الطفل تم تأسيسه عام 2019 كخطوة جديدة نحو الاهتمام بفنون الطفل لما لها من دور فاعل في تنميتي وصقل شخصيته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ويذكر أن زيارة البابا تستمر أسبوعين وتشمل أنشطة مختلفة من تدشين كنائس وحضور مؤتمرات للشباب بأوروبا وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة الثالثة بقي أن نذكركم بأبرز عنوينها خلال مؤتمر صحفي مشترك الرئيس الفلسطيني يؤكد أن السلام يبدأ من فلسطين والقدس وبيدن يشدد على التزام بلاده بمبدأ حل الدولتين وزراء مالية مجموعة العشرين يبحثون في بالي سبل كبح التضخم العالمي في ظل الأزمة الأوكرانية رئيس البرلمان السريلانكي يعلن قابول خطاب استقالة راجباتكا ورئيس الوزراء يؤدي اليمين الدستوري رئيسا مؤقتا للبلاد انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري تشكركوا على طب المتابعة ودمتم سلمين